ومن فقرتنا الأولى عن الإعلام إلى فقرتنا عن الاقتصاد والفن معا نهاردة معنا ضفنا ممثل مصري وأيضا أستاذ الاقتصاد في إحدى الجامعات الخاصة بدأ نشاطه الفني في مطلع التسعينات باشتراكه فيلم الحب في التلاجة واصل اشتراكه بعد كده في العديد من الأعمال السينمائية وتلفزيونية من أشهر الأدوار الأنبيهة أدواره في أفلام شورته وفن الله وكاب جاءنا الفين التالي رش جريئة صاحب صاحبه والعديد من المسلسلات زي المنادي وعفريت القرش والعديد من الأعمال الفنية اللي هنكلموا عنها بالتأكيد إلى جانب تطرقنا للحديث عن الاقتصاد برحب بضفنا دكتور ماجد عبد العظيم أهلا بحضرتك معنا أهلا وسهلا بحضرتك ومسادة المشاهدين صباح الخير صباح الورد على حضرتك والأول نعرف إيه العلاقة بين الاقتصاد والتمثيل زي ما بيقول حيكا الاقتصاد والتمثيل وجهان لعملة واحدة للدرجاتي حضرتك طبعا الفن بصفة عامة مش التمثيل بس جميع أنواع الفنون بترتبط بانتعاش الحالة الاقتصادية والزهارة في الدولة إذا كانت الدولة دي بتولي هذه الأنشطة أو هذه الفنون اهتمام فلو الاقتصاد وضعه في وضع جيد أكيد الناحية الفنية برضو هتبقى في وضع جيد لو كان فيه إعطاء اهتمام لها لكن بالنسبة لك دكتور ماجد الاقتصاد هو المهنة الأساسية والتمثيل ده هوية بص حيكا التمثيل ده هوية عندي من فترة كبيرة جدا من أيام ما كنت في الجامعة لكن حقيقة أنا ما احترفتهوش أنا خدته كهواية ولكن طبعا مهنتي كأستاذ جامعة هي الأساسية بس برضو تظل أدوارك كلها أدوار جدة ده غالبا مستقام من شخصيتك كأستاذ في الجامعة والله يبص حيكا بقولي شخصية الإنسان أو الكاركتر بتاعته بتنطبع أحيانا على أدواره مش دايما طبعا لأن مثل الشطر يعمل كل أدوار بس ساعات المخرجين بيحصروا ممثلين معينين في شخصيات أو أدوار معينة إن كان حق فيها نجاح أو هو شافه بيؤدي فيها كويس وفيه ممثل الله يرحمه يعني كان مشهور جدا دايما يعمل دور وكين نيابة ودور رئيس نيابة ودور اسم الأستاذ مجدي وهب الله يرحمه عملت دور الزابط وكين نيابة كتير جدا أنا برضو عملت دور الزابط وكين نيابة كتير جدا وأضح إن الملامح الجدة يعني ساعدت على كده أكيد طبعا أكيد ملامح للشخصية بتاعت الإنسان أو ملامحه ساعات بتساعد على أن يبقى فيه أدوار معينة المخرجين بيشوفوه فيها بس طبعا التجديد والتانيع مطلوب فنفسي نوها بقى نفسي جدد يا رب إن شاء الله يكون فيه حاجة حلوة كده بإذن الله بعد المرنامج إن شاء الله طيب نبتدي بالاقتصاد ونشوف كده إطلال على حلبلة حضرتك يعني أساس في الاقتصاد وخبير تسويق عقاري أيضا نزبوط فعلا طيب نتكلم عن الاقتصاد إحنا أخدنا بعض القرارات الاقتصادية الصعبة في الفترة اللي فاتت أبرزة طبعا كان تعويم الجيني للإصلاح الاقتصادي الناس عليها ضغوطات اقتصادية كبيرة وأعباء اقتصادية كبيرة دلوقتي بدأ الدولار يعني يهبط نسبيا عما كان عليه من ارتفاع شايف حضرتك الوضع القادم ممكن يكون إزاي هل ممكن يعني يحصل تحسن في حال المواطن؟ بصحك وبدأ أن دي بدء موضوع تعويم الجيني كان أمر لابد منه يعني قضية حتمية ما كانش في مفر منها لازم وتعويم الجيني لحضرتك يمكن يكون في ظاهره ضر بالاقتصاد أو بيخلي العملة تتدهور لكن في بطنه يحوي مجموعة من المميزات مع الأخذ في الاعتبار طبعا عناصر أخرى والدليل على ذلك أن في دول خفضت قيمة عملتها لأن ده بيدي ميزة نسبية لصدرات هذه الدولة إلى الدول الأخرى عندنا اللي حصل أن تعويم الجيني بحضرتك ارتفع الجيني طبعا كان حتى فيه فجوة ما بين سعر الصرف المعلن في البنوك والبنك المركزي وسعر الصرف في السوق السوداء يعني مثلا لو كان سعر الصرف 88 يعني كان الدولار بـ 8 جنيه 80 إرش كان في السوق السوداء بره بأكتر بكتير من كده كان بعشرة وبالتناشر وبالتالي كان فيه جاب أو فجوة ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف المعلن رسميا اللي حصل أنه لما تم تعويم الجيني طبعا بقى يخضع لقوة العرض والطلب والتعويم كان تعويم حر وليس تعويم مقيد لذلك نلاقي أنه ممكن من بنك البنك السعر يختلف تلاقي فيه زيادة إرشين 3 أروش 5 أروش وفي نفس البنك السعر بيختلف فيه أوقات اليوم المختلفة تلاقيه يبدأ بسعر في نص اليوم بسعر في آخر النهار لما قبل ما يأتي في البنك يعني بسعر ثالث وبالتالي حصل قفزة في سعر الدولار مقارنة بالجنيه وصل إلى ما يقرب من 20 جنيه في الفترة السابقة اللي حصل للوقتي أن بدأ يحصل تراجع لقيمة الدولار أمام الجنيه طبعاً ده بسبب مجموعة من الإجراءات والإصلاحات أخذتها الدولة إجراءات اقتصادية إجراءات سياسات مالية والسياسات نقدية خلت أن يبقى فيه تراجع في سعر الدولار أعتقد أنه كان يوم الخميس وصل لي 16 النهاردة حقيقي مش عارف بدأ بكام لكن اللي أنا عايز أقوله لحضرتك والأستاذ المشاهدين أن اللي بيحصل ده هو تصريح للأوضاع تصريح للأوضاع يعني إيه؟ يعني ما كانش ينفع أن إحنا نستمر بسعر صرف وهمي بيقول أن الدولار بـ 8 جنيه 80 قرش بينما القيمة الحقيقية للدولار هو 10 أو 11 أو 12 جنيه وقتها وبالتالي ده انعكس على طبعاً كل حاجة لها انعكستها فانعكس على ارتفاع أسعار المعيشة ارتفاع أسعار السلع ارتفاع أسعار الخدمات ارتفاع أسعار العقارات وبالتالي طبعاً اللي بيحصل دلوقتي من إجراءات بتقوم بها الدولة لسيطرة على هذه الارتفاعات وبالتالي أيضاً السيطرة على ارتفاعات سعر الدولار باتخاذ إجراءات تصحيحية يعني تعديل مصار وشفنا أن الدولة عملت مجموعة من الإجراءات امتصت السيولة الموجودة أو السيولة الدولارية من الأسواق عن طريق طرح مثلاً أوعية الدخارية زي الشهادات اللي هي بـ 20% جذبت فئة كبيرة جداً مما لديهم أموال أنهم يحاولوا أموالهم من دولارات إلى جنيهات على أساس أنه هو هياخد على الجنيه 20% فائدة سنوية عملت أدون خزانة عملت أدون خزانة أدون خزانة طبعاً وتم اكتتاب فيها حتى من مؤسسات وصناديق أجنبية فزاد المعروض من الدولار أيضاً مجموعة من الأوعية الدخارية جذبت عملت جذب للدولارات وتم تحويل الدولار لذلك حتى حيكتلاقي دلوقتي أن فيه ناس كتير بتروح تبيع الدولار في البنك زي ما ده ما كانش بيحصل زي ما كان فيه توابير علشان يعني ناخد دولار ومش لقيين ودلوقتي فيه توابير للتخلص من الدولار وده بيدل على قد إيه الشائعة أو المعلومة أو الخبر لما بيضرع بيعمل فعلاً يعني هلع بالنسبة لمجتمع المصري أو أي مجتمع طيب ليه دايماً مجتمع المصري هو المجتمع الوحيد لما بينخفض بقى سعر الدولار ما بينخفضش الأسعار يعني إحنا حتى الآن نوعاني برضو من ارتفاع الأسعار برغم من خفاض الدولار بقيمة 4 جنيه عما كان آه بصحك وللأسف الشيء دي إحنا عندنا الحتة دي شوية يعني فيها يعني لابس شوية اللي بيحصل حضرتك أنه مش مفروض أنه لما يزيد الدولار بنسبة يحصل ارتفاعات مبالغ فيها لأنه فيه ناس حضرتك بينتهزوا الفرص صائدي الفرص وبيعملوا نوع من أنواع زيادة أسعار غير مبررة فلقينا أنه فعلا في فترة من الفترات اللي فاتت دي حصلت زيادات متولية كل يوم بسعر يعني تخشي حيك تشتري السلعة النهاردة بكرة تخشي تشتري نفس السلعة تلاقيها زادت حضرتك اللي هما الفئة اللي بتتربح أو مصص الدماء زي ما بيقولوا يعني بتتربح من الأزمات أو من استغلال الفرص أو من استغلال ما يحدث في الأسواق حضرتك طبعا لما بيحصل ارتفاعات فيه سعر الدولار بالتالي بتنعكس على التكلفة سواء الآلات أو المعدات أو الخامات أو خاصة أن احنا دولة بتستورد ما يزيد عن 60% من استهلاكها أو يمكن يزيد بنسبة أكتر وبالتالي اللي بيحصل أن الأسعار زادت بشكل غير مبرر يعني فيه نسبة من الزيادات مبررة وفيه نسبة من الزيادات وهي الأكبر غير مبررة يعني بدون سبب فيه موجة بس ركب الموجة دي محتاجة ضبط أسواق بقى أو يعني نستصدر تشريعا وليس يكون سعر المنتج موجود على العلبة وعلى أي سلعة موجودة طب أنا عاوز أعرف انعكاس بقى ارتفاع الدولار في فترة اللي فات على الفن الفن يعني زيه في النهاية هو منتج بيتم تسويقه كلما نسأل حد الفصول يا غليت ليه يقولك الدولار أي حاجة في الدنيا الدولار هل الموضوع بالنسبة للفيلم مثلا المواد الخام المستخدمة الأجهزة الأجور حتى هل ده يعني أثر على الفن بصحيك هو ارتفاع سعر الدولار أو خفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ده أثر على كل نواحي الحياة الاقتصادية بمعنى أن في النهاية برضو الفن ده منتج المنتج ده ليه عناصر تكلفة آلات ومعدات وسفر وسفر ده بيتكلف بالعملة الصعبة مبالغ وأجور فنانين ومساعدين وأيضا استوديوهات وبالتالي انعكس ارتفاع الأسعار على كل جوانب الحياة منها الجانب الفني أو ناحية الفن أو ناحية الفنية بس هو برضو حاضرتك بقى فيه أحياناً نقدر نقول اللي أنا بشوفه من وجهة نظري بقى من حيك تطرقتي للناحية الفنية ما فيش ما يمنع أن نجومنا ياخدوا أجور والناس الهيئة أو الكرو بتاع العمل أجوره تتحسن لكن في النهاية نقدم منتج يليق بتاريخ مصر الفني نمرة واحد نمرت من حيث المحتوى والمضمون نمرة اتنين حقيقة أنا بتدايق جداً لما لاقي أن احنا بقينا بنستورد مش بس أكلنا وشربنا احنا بقينا بنستورد الفن من الخارج يعني حقيقة لما لاقي أولادي وأولاد حضرتك وأولادنا كلنا وبناتنا عاديين يتفرجوا على مسلسلات تركية ومسلسلات هندية ومسلسلات صينية ومسلسلات برازيلية طب ما ده حضرتك استنزاف للعملة الصعبة ما بروح اشتري المسلسلات دي من الدول دي بالعملة الصعبة بعين زي ما مصر زمان غزت يعني العالم كله بالمسلسلات العربية فأصبحت اللهجة المصرية متدولة في كل الدول العربية برضو الدول دي ممكن تخزونها فكرياً وثقافياً بمفاهيم وموضمين في المسلسلات مش ضمنين هي ايه؟ حيك تطرقت النقطة في غاية الخطور المحتوى والمشاهد والفكر اللي ممكن يؤثر على فكر أجيالنا وأبنائنا وبناتنا بمفهوم الانحلال مفهوم اننا يبقى لي بوي فرند عادي مفهوم اننا اخرج واروح وأنام مش عارف فين عادي دي حضرتك حاجات بتفسد عقول الأجيال وبالتالي أنا بشوف ان فيه في المسلسلات دي دعوة لإفساد عقول أجيالنا فلازم حيك يبقى فيه رقابة أنا بشوف بعض المسلسلات فيها مشاهد حيك ما ينفعش تخش البيوت كان زمان أسمع عن مقص الرقيب صحيح المقص ده اختفى اختفى من الأفلام واختفى من المسلسلات فيه مشاهد وألفاظ وجمل بتتقال دلوقتي حيك فيه أعمال سواء كانت أفلام أو مسلسلات حتى منها بعض المسلسلات والأفلام المصرية وشوفنا في رمضان اللي فات بعض الأعمال لا يليق بها أن تقدم في شهر رمضان الكريم نشوف فيها مشاهد ما ينفعش تقدم في رمضان هنا بقى من غير تحايز بجد لازم أقول إن هنا دور دا كان دور قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري إنه عمرنا ما شوفنا مشاهد زي دي وإن الرقابة على النص أولا ثم على المشاهد ثانيا فكان بيطلع منتج يقدر يدخل كل بيت لكن للأسف ما فيش إمكانات وده استغلوا بقى القنوات الخاصة إنها تعرض ما بدأ لها من هذه الأعمال اللي فيها حياة يعني محاربة الهوية المصرية والشخصية المصرية ما هو حقيقة قنوات خاصة بدا رقابة دا إفساد للعقول نحن بنسمع في الأفلام سواء المصرية أو الأفلام المسلسلات المستوردة أو حتى المسلسلات بتاعتنا ألفاظ بيقولوها الأطفال لبعض أو الشباب لبعض بيرددها أبنائنا وبناتنا فيعني أنا بضم صوتي لصوت حضرتك وبنادي بإني لازم يا جماعة يبقى فيه نوع من أنواع الرقابة لأن إحنا كده بنفسد عقول شباب يعني أجيال كاملة وعلاقة الإبن بالأب والأم في المسلسلات تلاقي في علاقة كده غريبة ما بين الإبن والأم فتلاقي أو الإبن والأب أو البنت والأم تلاقي الأطفال بيقلدوا ده فبالتالي لازم عودة مرة أخرى إلى عادتنا وقيامنا وتقاليدنا ويعني إقاف نزيف الدولارات في استيراد وشراء مسلسلات تفسد أجيالنا لأن دي نقطة مهمة جدا حضرتي وإحنا زي ما حكيت فضلتي وقلتي كنا بنقود في على رأس القائمة إعمال الدراما والمسلسلات والأفلام وزي ما برضو حكيت فضلتي وقلتي أن اللهجة المصرية انتشرت في كل دول العالم بسبب أعمال الفن الراقي وكان نجومنا بيقدموا أعمال راقية جدا ومنتجنا وكان قطاع الإنتاج ليه دور كبير أنا شايف أن الدور ده تراجع فاريت نعود إلى ما كنا فيه سابقا لأن ده حقيقي مهم جدا في تثقيف وأفكار جيل الشباب دكتور مجد حوارنا دايما ما بين الفن والاقتصاد نرجع للاقتصاد ونروح للفن تاني وجزئية التسويق العقاري علشان دي جزئية مهمة بالنسبة لنا كلنا كمصريين عندنا معروض من العقارات مهول يعني كم من العقارات المغلقة مهول ومع ذلك الأسعار في العقارات دايما في الطالع ليه ما فيش أسعار في النازل أبدا في العقارات برغم النسوء العرض كبير جدا هقول لحضرتك وطبعا فيه جزء مبرر وفيه جزء مبلغ فيه خلينا اتكلم الأول في جزء المبرر وبعدين اتكلم في جزء المبلغ فيه جزء المبرر وإيه العقار حضرتك العقار عبارة عن المبنى والأرض المقام عليها يبقى عندنا مبنى وعندنا أرض إذا كان أسعار الأراضي بتزيد نتيجة أن الطرح بتاع الأراضي دلوقتي باع عن طريق مزايدات أو ممارسات في أسعار أعلى وما إلى ذلك حتى تتحقق عائد أفضل للدولة السبب الثاني تكلفة المرافق والبنية التحتية البنية الأساسية علشان أعمل واخلق مدن جديدة أو علشان أنشئ مدن جديدة بوصل لها بقى مرافق مية وكهرباء وصرف صحي ومتر وأنفاء ومواصلات وطرق وكباري وأنفاق فالتكلفة بتاعتها بتزيد نمرة ثلاثة المنتج النهائي اللي هو الشقة أو الفيلا أو المحل العقار حضرتك تكلفته عبارة عن إيه؟ خمات ومواد بناء الحديد تكلفته بتزيد الأسمنت تمنه بيزيد خمات ومواد البناء نسبة كبيرة جدا منها مستورة أو الآلات اللي بتصنعها مستورة أو الرو ماتيريالز الخمات الخامة نفسها يعني مثلا السراميك إحنا عندنا مصانع سراميك بس المادة الخام بتاعت السراميك مستوردة عندنا مصانع أسمنت بس جزء كبير من المعدات لم يكن كلها مستورة وفي جزء في المادة الخام مستورة وبالتالي حضرتك تكلفة العقار هي تكلفة المنشأ تكلفة الأرض وما عليها من مباني بتزيد بس اللي بيحصل حضرتك وده حصل في فترة من الفترات إن إقبال الناس على شراء العقار بيزيد مع زيادة الأسعار نظرا لمجموعة من الأسباب أولها ثقة الناس ثقة المستثمرين أو راغب الشراء أو ما لديهم أموال في الاستثمار العقاري الاستثمار العقاري يحقق عائد مرتفع والمخطرة بتاعته منخفضة بينما الاستثمار مثلا في سوق الأوراق المالية يحقق عائد مرتفع ولكن مخطرة بتاعته مرتفعة ففي علاقة طردية ما بين درجة المخاطرة والعائد كلما زاد العائد كلما زادت درجة المخاطرة تجارة المخاطرات بتحقق عائد كبير جدا لكن مخاطرتها اعدام او مؤبد عشان كلا دائما المصريين لما يجوا من الخارج اول حاجة ايه ابن الدار يعني ده بالنسبة لهم بناء البيد المهم جدا واخدفال حضرتك فبالتالي الناس بتثق جدا جدا فيه مش بس المصريين المصريين والعرب والاجانب لديهم نظرة ان سوق العقارات في مصر سوق امن واللي حصل في طفرة العقارات في دبي كانت بلونة وبعد كده انفجرت انهارت اسعار العقارات الى ملاقل عن النصف وفي امريكا ايضا مع ازمة الازمة المالية انت امل العقارات تنخفت هنا في مصر هقول لحضرتك واللي بيحصل ان طالما هناك طلب انا بغلي السعر وانت بتشتري هعمل ايه هغلي السعر تاني في طلب كبير على العقارات حتى دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه وانا بكلم حضرتك في طلب كبير على العقارات اي شركة بتطرح مرحلة جديدة بتلاقي في اقبال لان الناس شايفة ان قيمة الجنيه بيحصل فيها ايه بتتدهور فالعقار ده عامل زي الحصالة اللي الناس بتحوش فيه الفلوس وبعدين العقار هي عدة اغراض مش بس بغرض السكت ممكن اكون باشتري شقة حصالة لابني وبنتي وصغيرة ممكن اكون باشتري شقة عشان اقجرها بسميه اصل هو او العربية بميتها بتزيد وبتجيب دخل طيب قبل من سيب حضرتك بقى اخيرا كده خطوتك اللي جاية في الفن في دور حديث والله ربنا سهل ان شاء الله في حاجة كده رمضان بس لسه موقعتش فاوقع واقولكو على طول ان شاء الله لو نكون احنا اول ناس نعرف برضو بشكر حضرتك وبودك معنا دكتور ماجد عبد العظيم والستاذ الاقتصاد والفنان واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقك في الصعيدين شكرا جزيلا شكرا جزيلا لسه فقراتنا متواصلة مع حضرتكم وبعد الفاصل ان شاء الله هنتقابل مع نجل الفنان احمد عقل هذا الفنان اندي اسهم في العديد من الادوار في العديد من المسرحيات والمسلسلات الدرامية والافلام السينمائية حقيقي ربما ما كانش دائما هو بطل العمل لكن مين قال انه الادوار المساعدة والادوار التانية بيكونش في اهمية الادوار الكبيرة كلنا في النهاية بنعمل هذا العمل خاصة اذا لم يكن لدينا بديل فعلا ما فيش بديل للفنان احمد عقل هنعرف عنه اكتر كفنان وانسان بعد الفاصل فابقوا معنا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة